السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم النهاردة أنا الدكتور أحمد نجيب مدرس مساعد بقسم القلب كلية الطيب جامعة الأسكندرية أهلاً بكم النهاردة في مؤتمر كارديو أليكس 2019 نهاردة أتكلم إن شاء الله عن مرضى كسور الشرعين التاجية أو الزبحة الصدرية لازم نبقى عارفين وده لكل مرضانا لازم يبقوا عارفين إيه عراض مرضى كسور الشرعين التاجية مرضى كسور الشرعين التاجية أكثر حاجة بيعانوا منها هو ألم بالصدر بس مش أي ألم بالصدر يبقى إنسان عنده كسور الشرعين التاجية الألم في الصدر لو هو منتصف الصدر وفي نفس الوقت العين يجي يشتكي دايماً الألم بالصدر ويكون في منتصف الصدر ويكون معها حرقان أو يقولك إن في حاجة ضغطة على المنتصف الصدر ودايما الوجع يسمع إما في الكتف الشمال أو في أسفل الرقبة ودايما بيزيد مع المجهود وفي نفس الوقت لما العيان يستريح أو المجهود يقل اللي يبدأ الوجع يروح فالعيان ده أبدا نصحه دايماً إنه دايماً يجب يروح يكشف لازم يحاول إنه يعرض نفسه على طبيب قلب عشان يعمله الفحوصات اللازمة في نفس الوقت أي عيان تاني بيشتكي من وجع تاني مختلف زي مثلاً يقولك وجع مثلاً في شمال الصدر أو على اليمين ده بيبقى فيه أسباب كتير مختلفة من أحد الأسباب دي ممكن يبقى فيه مثلاً الجلطات في الرئة ممكن لو بالذات في السيدات أنيميا أو اختلال في وظائف الغضة الدراكية أو أسباب تانية كتير فده برضو يفضل إنه يعرض نفسه على دكتور قلب عشان يقدر إنه يمنع حدوث لقدر الله جلطات بالقلب من الحاجات المهمة لو إنسان زي ما قلنا الإنسان اللي هو عنده كسور في الشرعين التاجية لازم يعرض نفسه في أسرع وقت ممكن على دكتور قلب هيعمله رسم قلب هيعمله أشعة قلب اللي هي الإيكو على عرضة القلب ولو لقينا فيها حاجات تغييرات كبيرة يفضل إنه يعمل أسطرات أشخاصية للتصوير شرعين القلب من الحاجات المهمة لازم نعرف إيه الأسباب اللي بتأدي الكسور الشرعين التاجية أول حاجة طبعاً دايماً المنتشر جداً في مصر مرض السكر ومرض السكر دايماً دايماً الناس اللي بيقول لهم كسور الشرعين التاجية دايماً السكر بتاعهم مبقاش مظبوط فيفضل إنه هم يزبطوا السكر بتاعهم من خلال الأدوية ومن خلال الغذاء بتاعهم تاني حاجة طبعاً مرض الضغط يفضل إن الضغط يبقى أقل من 140 90 في كل العيانين طبعاً أهم حاجة ومن أكتر حاجات المنتشر عندها في مصر التدخين لازم المدخنين يفهموا إن التدخين دلوقتي ما من أهم الحاجات اللي بتعمل الجلطات في القلب وبالذات في السن الصغير دلوقتي وتاني حاجة الناس اللي هم عندهم مثلاً مرض الكلا أو خلل في وظائف الكلا وبرضو في نفس الوقت العادات السيئة بتاعتنا اللي هي عدم المشي أو عدم استغلال الرياضة في حياتنا اليومية كل هذا يؤدي أن أعيان يكون لديه قصور في الشرعية التاجية وبالذات مع الوقت أو مع تقدم العمر فننصحهم دائماً أن الناس تزبط الأكل بالذات الكوليسترول يبقى متزبط يحاول على الأقل يمشي ربع نصف ساعة في اليوم خمسة أيام في الأسبوع يحاول لو عنده ضغط أو سكر يزبط الضغط والسكر وفي حالة حدوث الوجع المتصف الصدر يفضل لأنه يكشب بادري بحيث أنه لقدر الله لا يدخل في جلطات أو لقدر الله زبحات صدرية حبينا فقط أنه اليوم عن أهمية تشخيص مرضى قصور الشرعية التاجية وربنا يا رب يشفي كل مريض شكراً جزيلاً لحضراتكم موسيقى 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 موسيقى